إسرائيل ونجاتهم من فرعون وقومه وغرق فرعون ومن معه واجتملت أيضا على جميع المراحل التي مر بها موسى عليه السلام خلال دعوة فرعون وقومه إلى الله أتى الله الحكيم بهذا التفصيل في هذا الوقت الذي أمر به الرسول بالجهر بالدعوة ليكون أمامه وأمام الصحابة نموذجا لما سيلقونه من التكذيب والاضطهاد وليكونوا على بصيرة من أمرهم منذ بداية الدعوة وكذلك اجتملت هذه الصورة على مآل وعاقبة المكذبين للرسل من قوم نوح وعاد وثمود وإبراهيم ونوت علاوة على ما ذكر من أمر فرعون وقومه ليعلم الذين سيكذبون بالرسالة بما سيقول إليه أمرهم من مؤاخذة الله إن استمروا على التكذيب وكذلك ليعرف المؤمنون أن حسن العاقبة لهم إن صبروا إن اتباع أبي بكر لمحمد وأعلان ذلك وزيادة أعداد مؤيد محمد يعطيه قوة خطر علينا هؤلاء الذين قلبوا العبيد علينا بلال الأسود وأمثاله أصبحوا يطالبوننا بالمساواة بينهم سنصب العذاب عليهم صباً وسنحاصرهم في الشعاب حتى يعلموا قدرهم لقد جهروا بدعوتهم دون أي خوف وبدأت رحلة تعذيب المسلمين على يد الكفار في مكة وصبرنا على الأزايا بلال لأوجعك من دفاع قل إن الله تإلهك من دون الله لن نرحمك حتى تعودت أسود الوجه قريل جنب نادي دمه ما ربطوك بأحبال صبراً على الأزايا بلال وما زالوا متمسكين بدين محمد علينا أن نقاطعهم أكثر ونضيق عليهم حتى ينصدوا من حول محمد وجاءت الهجرة إلى الحبشة لتخفف عن المؤمنين شيئاً من هذا العذاب وكانت الهجرة الأولى في رجب سنة خمس من البعثة هاجر أول فوج من الصحابة إثنى عشر رجلاً ونسوة رئيسهم عثمان بن عفان ومعه السيدة رقية بنت محمد وقد بلغ مهاجر الحبشة بعد وصولهم بشهرين أن قريشاً قد أسلمت فرجعوا إلى مكة وعلموا جلية الأمر وأن قريشاً لم تسلم ثم اشتد الأمر عليهم وعلى المسلمين من قريش وكانت هذه الهجرة الثانية وكانت أشق من سابقتها وعز على قريش ذلك ووضعوا خطة محكمة وتوقعوا أنها لن تفشل وأرسلوا عمر بن العاص وعبد الله بن ربيعة لإعادتهم ولكن الله غالب على أمره أيها الملك إنه قد جاء إلى بلدك منا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنتم وقد بعثنا فيهم أشراف قومهم لنردهم إليهم قال جعفر يا أيها الملك كنا قوماً أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام حتى بعث الله إلينا رسولاً نعرف نسبه وصدقه وأمانته لقد فتح الله على جعفر بن أبي طالب حتى بكى النجاشي عندما سمع آيات سورة مريم وبكت المساقف إن هذا والله والذي جاء به عيسى لا يخرج من مشكات واحدة انطلقه فلا أسلمهم إليكما أبدا وقد عرض جعفر كل مساوئ الجاهلية وعوراتها بحيث أصبح هذا الدين الذي يدين به وفد قريش تتقزز منه كل نفس بشرية وكانت هذه هي الجولة الأولى وبين لهم أن النبي لم يبدأ معالجة تقاليد الجاهلية من خمر وزنا وميسر وربا من أول الأمش وإنما بدأ بلا إله إلا الله فعندما دخلت قلوبهم وتعرف الناس بإلههم الحق وكذلك تعبيدهم له وتذكيرهم بنعمة الله على عباده وبيان ثواب أهل الطاعة وعقاب أهل المعصية اطمأنت القلوب وأسلمت نفسها لله فلا يجدون لأنفسهم خيرة إلا ما اختاره الله واستقرت نفوسهم للطاعة وتنفيذ أوامر الله هذه كارثة لقد أسلم عمر بن الخطاب وحمزة عم محمد وكذلك فشلنا في استرداد المارقين الفرين إلى الحبشة يا أبا الحكم لا أدري ما الذي يغري هؤلاء القوم في دين محمد حتى أن أبا طالب لم يعبأ بكل ما عرضناه عليه من حلول وإغراءات لابد من مواجهة كبرى مع محمد وأتباعه لا أعرف موعدها لكنها آتية آتية لا محالة يا معشر قريش لقد اجتمعنا على هذه الوثيقة التي تقضي بمقاطعة بني هاشم وبني عبد المطلب فلا بيع ولا شراء ولا زواج بيننا وبينهم حتى يسلموننا محمدا لنقتله سنحاصر محمدا وعشرة حتى يعودوا راكعين مستسلمين مهما كان الثمن فلن ينتصر علينا محمد ومن معه من الصبيين لا تبيعوا لهم ولا تشتروا منهم لعلهم يرجعون عما هم فيه من كفر بآلهتنا وادعائهم بأنها لا تنفع ولا تضر